تراموي البيضاء يدخل مرحلة التجارب الأولية فالقاطرات الأولى التي استقبلتها الشركة تخضع ابتداء من اليوم لاختبارات في حالة توقف وتهم تجهيزات العربات وأيضا التجهيزات الكهربائية وأسلاك الربط وذلك بمركز الصيانة بي سيدي مومن الاختبارات المرحلة القاطرة في حالة توقف هي جميع أجزاء القاطرة يعني الأدواء، الكهرباء القاطرة، الأبواب، المكيف، المكونات الخاصة بالكهرباء كل أجزاء ديالها هذا وستنطلق التجارب على القاطرات المتحركة منتصف شهر فبراير وذلك على مسافة كيلومترين والهدف هو ضمان سلامة القاطرة والمواطنين قبل البدء الفعلي لتراموي البيضاء من أجل إنجاز هذه التجارب ستاتيك وديناميك فتمت كهرباء الخط الذي كان على طول الحيسي دي مومن التي توصل لقوة توتر دياله 750 فولت إذن جميع الاحتياطات التأخذات من أجل سلامة المواطنين وسيبلغ العدد الإجمالي لقاطرات التراموي البيضاء 37 قاطرة سيتم استلامها على مدار السنة حيث سيتم كل شهر تسليم بين 3 إلى 4 قاطرات سيكون تجميعها بمرقز الصيانة بسي دي مومن ترجمة نانسي قنقر